الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين وبعد في تفسير صورة الأنعام وصلنا إلى الآية السابعة والأربعون يقول ربنا فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون هذه الآية تستأنف التهديد والوعيد والإعذار لهم بأن إعراضهم وعدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى لا يرجع بالسوء إلا عليهم ولا يضر أحدا إلا هم لأنهم هم الذين أعرضوا عن الإيمان ودعوا كذلك الناس إلى الكفر بالرسل والأنبياء وبالقرآن وبالإسلام قال ربنا وهم ينهون عنه بإعلامهم يصدون عن سبيل الله وينهون عنه في الحقيقة هم لم يؤمنوا بالله وإن يهلكون إلا أنفسهم أنفسهم وما يشعرون هذه الآية مثل الآية السابقة الآية السابقة وهي دليل على أن الكون كله في يد قدرة الله سبحانه وتعالى فهو القادر على أن يسلب عن الناس السمع والأبصار والعقول قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وهو كذلك القادر على أن يأتي الناس بالعذاب قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة البغتة أي يعني مفاجأة والجهرة يعني حال العيان والظهور والله سبحانه وتعالى قال الجهرة المقابل هنا جعلها في مقابل البغتة جعلها في مقابل البغتة لم يجعل الجهر مقابل السر ولم يجعل البغتة في مقابل الإنذار والإعذار لم يفعل ذلك لم يفعل ذلك في بعض الأقوام أنذروا بالعذاب لم يأتيهم بغتة مثل قوم عاد قال لهم ربنا تمتعوا في داركم قوم ثموت تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وقوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا لكن جاء العذاب بغتة بدون إعلام سابق وجاء جهرة أي حال العيان حال العيان وذلك يدلل على قدرة الله سبحانه وتعالى في أخذ هؤلاء الكافرين أخذ عزيز مقتدر إن شاء وإن أراد سبحانه وتعالى وقد بيّن لنا ذلك على الأمم التي سبقت ماذا فعل الله معهم فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يأخذهم يأخذهم يقول فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وكذلك تكلم ربنا عن ثمود الذين استحبوا العمى على الهدى استحبوا الضلال على الإيمان قال ربنا وأما ثمود فهديناهم أرسلنا إليهم صالح عليه السلام نبي كريم يهديهم إلى الحق فاستحبوا العمى الكفر على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب أخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون لأنهم كانوا كافرين وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كذلك في القرآن الكريم حال الذين تجرؤوا على حرمات الله كأبرهة ومن معه قال ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلهم ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكون وهذا قارون الذي أعطاه الله من المال الكثير مال الكثير لكنه تكبر وتجبر وخرج على قومه في زينته قال ربنا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين تجبر قال إنما أوتيته على علم عندي أنا ذكي اللبيب أنا صاحب خبرة وصاحب علم أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته متكبر قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ما عند الله خير وأبقى لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون جاء العذاب بغتة قال ربنا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين هكذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا قدرته وعظيم قدرته على هؤلاء الذين تجبروا والذين طغوا يأتيهم العذاب قال ربنا هل يهلك استفهام مستعمل في الإنكار فلذلك جاء بعد الاستثناء والمعنى لا يهلك بذلك العذاب إلا الكافرون الكافرون هم الذين يأتيهم هذا العذاب والمرد بالقوم الظالمين هل يهلك إلا القوم الظالمون المرد بالقوم الظالمين هنا المخاطبون أنفسهم أنفسهم لأنهم ظلموا أنفسهم بشركهم وظلموا أنفسهم وظلموا الرسول وظلموا المؤمنين وظلموا المؤمنين بشركهم وهذا يتضمن وعد من الله سبحانه وتعالى بأنه ينجي المؤمنين ينجي المؤمنين ولذلك أذن رسوله بالهجرة من مكة مع المؤمنين لألا يحل عليهم العذاب تكرمة لهم كما أكرم لوطا وأهله وكما أكرم نوحا من قبل ومن آمن معه قال ربنا في القرآن حكاية عن نبينا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وقال ربنا وما لهم ألا يعذبهم الله وهذا يبين أن العذاب لا يتأتى إلا على المشركين وعلى الكافرين وينجي الله سبحانه وتعالى المؤمنين جعلنا الله وإياكم من الناجين من هذه الدنيا ومن بحور غفلتها إلى حياض اليقظة والإيمان والتقى والعفاف والهدى والغنى اللهم آمين بالله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا